يعني شايف حضرتك إن المسألة متربطة طبعاً يعني أولاً لا يمكن نحن نفس التعليم عن الثقافة لا يمكن لا يمكن فصل التعليم عن الثقافة ده مشروع لابد يبتدي من سنة أولى ابتدائي السنة أولى ابتدائي لازم الطالب ده شيء مهم الحقيقة جداً طبعاً الطالب ده لازم يكون في فريق الموسيقى إحنا كنا في الموسيقى بالألعاب والتدبير المنزل كل حاجة وبنخطأ بنختار يعني أصلاً عندنا حاجة كتير في الآخر أنا اخترت الأدب غير يختار الموسيقى غير يمختارش حاجة وذاكر بس كان واقع يتشكل يعني يعني على الأقل كان ما بيرقصش لما مكرسوم تغني مثلاً يعني يعني أصلاً إنه فيه قيم قيم دي لازم أعلمها للطفل من صغره احترم فنك احترم لأنه في النهاية وإن كانت غير موجودة حالياً فأعتقد أنه يعني استعادتها شيء ليس صعباً على الإطلاق ليس صعباً على الإطلاق بسيط جداً أعيدوا حفلات أعيدوا الموسيقى عشان الطفل الصغير ده لما يطلع هيقول لو اللي أنا مش عايز مثلاً أسمع مهرجانات أنا مش عايز فيه فرق يعني الزائقة بتربى الزائقة بتنمى ما فيش حدي بتولد بزائقة وعند الاختبارات أيضاً لابد أنها تكون يعني بتقيس مدى فهم الطالب يعني السنازي مثلاً يعني كان شيء انتشر جداً أنه كانت فيه كلمة صعبة جداً في الامتحان ما معنى كلمة يطلضة يعني لماذا هذا التعقيد مع التلاميذ الصغار يعني؟ هو مش تعقيد هو الحقيقة أنه فيه كده حالة من الترابط بين الإيمان كمعتقد ديني وبين التعليم فتلضة يعني حتحلني إلى جهنم وحتحلني للنار يعني من المؤكد أنه اللي حط سؤال زي دا كان مخه رايح في المنطقة دي في منطقة التلامس أو التداخل ما بين المقدس والتعليم يعني ألا يبعد ذلك الصغار عن حب اللغة العربية وميش قال لحضرتك أنهما بيحبوا اللغة العربية ما أنا عايزهم يحبوها دي لغتنا هم ما بيحبوش اللغة العربية هم مرغمين على دراسة اللغة العربية هم شايفين أنه اللغة العربية دي حاجة غريبة عنهم على فكرة أنا مش بتكلم عن عن طلبة المدرس الأجنبية بتكلمها طلبتنا حكومة اللي احنا تعلمنا فيها لماذا؟ لماذا هي يعني بيعتبرها الطالب اللي في مدرسة ابتدائية أو عددية أو سنوية عامة أنه هذه اللغة العربية غريبة عنه؟ أه ليه أقول لحضرتك؟ أولا لأنه ما بيسمعهاش الشيء كمان المهم هو أنه إزاي أنا أعلم أو خلي الطفل ده يعرف أن اللغة دي مش مجرد قواعد ما هو إيدي النقطة؟ أنا ما دخله أقوله نحو الصرف اللي مش عارف إيه القعدة اللغة أقول لي معنى الكلمة دي دللات الكلمة بين غير سياقات يعني هم مفوضي يحفظ الكلمة من غير سياقاتها يعني طيب دي حاجة ما بقولهش إغرى الأصيدة دي مثلا وليه ده بقى فاعل ليه ده بقى مفعول إيه دروك جمال إحنا بندرس جماليات اللغة إحنا بندرس قواعد اللغة فيه فرق بين جماليات والقواعد حتحببني في قواعد اللغة وعلى فكرة أهلينا ما كانوش ممكن يكونوا ما بيعرفش نحو يعني وكأنه الناس بدأت دلوقتي بتذاكر عشان تنجح عشان تشتغل بس مش عشان تعيش مش عشان تشوف إن الفن ده شيء جميل وعظيم مش عشان إنها تبقى تبقى مثقفة يعني الثقافة هنا يعني فيه مفهوم غريب أول الثقافة يعني حتى مفهوم غريب حتى في وزارة الثقافة للثقافة يعني إن الثقافة للمثقفين مين قال إن الثقافة للمثقفين الثقافة للناس للجميع للناس وهم المثقفين عندهم كتب بيرو بيسمعوا مزيكة وعني ماشيين في طريقهم مش محتاجين هم بقى إحنا عايزين دلوقتي إنه الناس الناس تشوف فن مفيش حاجة بتعلم اللغة إلا الفن والأدب يعني أدي حضرتك مثلا بسيط جدا يعني الشخص البسيط جدا جدا اللي ماشي في الشارع ما يعرفش يقرأ ويكتب مش كان بيسمع سالة وقلبي لم يكلسون مش كان بيسمع الأطلال وفاهمها يعني ما كانش غريبة أي فهي دي النقطة اللغة توصلت إزاي توصلت كده ما مش ضروري توصل بالتعليم بس ترجمة نانسي قنقر